يلا بقى نعمل مع بعض ايس كريم الفراولة بطريقة لذيذة وسهلة جداً ومكونات بسيطة ان شاء الله يعجبكم في الكبر نزلت بنص كيلو من الفراولة المجمدة الكمية دي هضيف عليها نص كباية من الكريم شنطية الخام ونص كباية من السكر البودر ونص كباية من الحليب المتالج ولازم يكون الحليب سائع جداً ايدي ضربة حلوة كده لحد لما نوصل للقوام واللون التحفة اللي هتشهودة جاهزي بقى علبة تكون نظيفة وجفة ما يكون شوية نقطة مية فيها وننزل بكمية الايس كريم كلها شايفين بقى القوام وعاوز اقولكم ان السكر مظبوط جداً سوي بقى وجه الايس كريم وخبطتين ثلاثة كده على رخامة المطبخ عشان الوجه يتساوي يكون شكل حلو في التقديم بفضل جداً قبل ما دخلوا على التفريز اغطيه بستريتش ولو مش متوفر عندك بكيس تلاجة افتحيه بالمقص عشان ما يكرفش من اي روايح من الفريزر لان ساعات بتكون غطى العلب مش محكمة قوي بعد كده هدخله على الفريزر يتجمد ليقل عن 12 ساعة ونقدمه بالشكل الجميل ده في كسات او كوبات زي ما تحبوا شايفين بقى الطريقة بسيطة وسهلة مش هتشتروه تاني من برا سكر مظبوط كريمي جداً بستنية تعليقاتكم في وصفة النهاردة متأكد ان شاء الله هتعجبكم انتظروني في حلقات جاي كتير